طالما أخواتكم موافين والعقيد أفهد ابن حلال مهند أنا من رأيي إن كنت يسروا الموضوع وتتوكلوا ما فشلوا أنا أبو ديارو إختي تفوت لبيت واحد مثل هذا خليه عاشي أنا من صياح القعود إذا كانوا أخواتي مطارعين ومعارفين الله وين حاططون أنا هيك تفنقاد ما تفوت علي أنا يسكرون تكي إيه الله يرحمك يا أبو قعود وين الدنيا وين أهلا ولا أبو المرحوم صياح يقعود إيه شو جاب يا جاب شو بدون صغري شو بدون بدعيان يوافع على جهازة عفاف مشاهير إيه وشو قلتلون أنت شو قلتلون يعني يجوم السماء رابلون هلا أنت مو بدك عفاف ترجاع البيت على الأول سبب مبلا قلتلون إنك موافع لك شو بدون قلتلون أني موافع؟ أنت شو عم تحكي؟ قيتوا قبرني قلتلون إنك موافع بس إلك شرط شو عشرط بقى؟ إنه تجي عفاف اليوم على البيت وبكرة كتب الكتاب هيك الأصول ما بصيرين كتب الكتابة ببيوت الناس وبيت أخوها العقيد أبو طياب نفتو موا؟ و بعدين؟ شو بعدين؟ عفاف تكون رجعت لهون وبنتين نفست اللي برازك وضبيت عرضك ببيتك موا أحسن مع أخواتك يجوزوها بدون رضاك وتصير سيرتك على كل لسان بالحارة ويقولوا أخته للعقيد أبو طياب بس لا تكملي بس أخي أظلك بس ترجع لهون جوزة لشاهر؟ لا ما رح نجوزها لشاهر بس أنت ما رح تقدر ترجع عفاف على البيت غير بهي الطريقة وبس رجعنا هون ساعة ما نجوزها لأبو نجيب غصبا عنه والله كلامك مضبوط شوفي ما في شي تقبليني شغلة بيني وبين صغري بعدينيك شغل وبركجبنا نحرمي لهون ورجعت عملتها معاملة سيئة لا يا رفلي وعا تورطنا الله يقضى عليك إذا هالمخلوقة اجيت لهون وصار لشي بتصير اخطيتها برقابتنا ونعياج بالله وعا كلامي وعا أعوذي بالله كلام رجال وهي شواربي ما لا منقودية أنا بشوف كلام أبو دياب معوحة البنت ما بصير ينكتب كتابه براه بيت أنا بينكتب كتابه ببيت أهله وبتطلع من بيت أهله معززة مكرمة لبيت زوجة يا أخي نحنا مع القصود بس كمان القصود إنه إخواتها جابر وجواد يحضروا كتب كتابها ولا أنا بالطال نحنا يا مختار ما لازم نترك له حجة وطالما المعلم جواد ومعلم جابر بدهم مصحة أخته فلازم يسايروا هاي الشيخ رجب وسيدنا القوري كانوا موجودين وشافوا بعيونه والله هو كان بالأول وموافق شوي شوي هدي وروه شو شباب؟ شو رأيكم؟ نحنا بهمنا شغلتين أول باشتان إنه مبعد إختنا عن الظلم وتعاني باشتان إنه نجوزه على سنة الله ورسوله وتجتمع هي ولادة ببيت أبوه بحماية رجال والعقيد أبو فهد سيد الرجال ولا يكونوا الحاضرين ونحنا بنبعدكم معلم جابر لا ناتا عمي هلأ جواد يروح بياخد أخته ووصل عندي ونحنا بكرة بإذن الله نكتب لكتاب توقعنا على الله قوم يا بي وصل أختك يلا والله يا جماعة أنا ما بأمن عليها شو يعني ما بتأمن؟ يا والله يا مختار ما بأمن عليها لا عمي أمن أمن وترك على الله أبو دياب أعطينا كلمة موسيك على شوهربه شو شيخ عزير؟ شكيناك كلمة والله اللي بدي حكيه أنتو حكيتو الله يزيكم الخير ما أسرتو أم ابني وصل أختك الله يرضى عليك أمرك سيشي يلا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته أرواد إذا شايف في خوف على أختك بلا من خليها تروح لا عقيد لا ولا يهمك مثل ما بتعرف أخوك أبو دياب مالو كلمة وكل ساعة برأيه وخايف الحريق ما يلعبوا بعقله ايه بس أخي جابر حطا كلمة للكبارية وكلمته لازم تمشي أخي الله تنبيك ما تنسى مثل ما وصرتك مشانك بلا واحدي الله ركيختي واحدي الله هيا أنا فتت معك وحورجيهم لعين الحمراء والشاطر منهم يقرب عليك لا أخي مشان الله ما بدياك تفوت لجوه طلع ما بدياك تعالى ألدا وأخوك مي؟ أنا ما أضحهم فوتي أختي فوتي فوتي على بيت النقوة أبوكي أولاد خافي والي بدي أعلم ناحية في السباح ومع خلق طلع على برة واحد مثلك بيطلع على برة أبو دياب قلت لك طلع على برة قلت لك طلع على برة قلت لك طلع على برة وإنتك كمان؟ واحدة ما بخي لك اركاب واقف شو بدك؟ أختك عفاف صارت بالبيت ويا ويلو يا سواد ليلو اللي بيقرب ناحيتها أو بسمعها شكلمة عاطلة آه؟ شايرة عم تحكي متل الزلم كمان؟ متل ما قالك؟ شو سمعت؟ روح أخي روحي روحك يا سواد بس ما يروحي في الشهر مع عفاف الله يطعمه ويعملها أخي والله أنا كنت حابب واحد منك مريط الحارة يكفره بس أنت لا تخاف جواد لا تخاف ما بيقدر يساوي له شيء هاي؟ إلي عريس تقبرين؟ ألو عريس عريس عفاف شاهد؟ لا أيو شو جاهد؟ أبو نجيب هيه؟ أبو نجيب؟ او الله الزلمي باينتو أبن حلال وريد عفاف قوم صهري قوم جمعوا بضايات الحارة وروحوا على حارة عياش شلون بدي أخذ بضايات الحارة آه لك إذا أخواتي لهن الأخواتي خرجوا عطوعي واقفين ضده مع أهل حارة عياش بعدين شو بدي يقول لهم لأبضايات الحارة آه شو بدي يقول لهم إلا لأنك تبريت منه آه وإذا أبضايات الحارة وقفوا مع أخواتي ما بتصير إيمتي بين الرجلين لأ أخواتي ما بيوقفوا إنت لمحلوا إنه أختك عابد وجابر وجوان انطورقين وعم يستروا على أخواتي وساعدها شوف شو رح يساوء بضايات الحارة أختي ما عابت وسبق وقلت لك هالصيرة لا تفتحيها إيه إيه ما عابت متل ما بدك يبعط له قطة هلساني ما بيقدر يقول لأ الأعور إلا أعور بيعينه إيه صحيح قضرت ليلة برات البيت بس كانت مع الحاريم هلا كل حال بكرة بيجي أبو نجيب وبجوزوا إياها وبخلص من هالقصة وشاهد؟ أشهر إيه إذا بتجوزها لأبو نجيب ما بتتبعها بتكون فضلت على رأسك بتعرف جيران أهلي يلي هبط عليهم بيتهم ستك تلج والمطار إيه شو بقوا؟ هدول كان عندهم بنت متل الأمر غابت عن البيت قدر شي ساعة ولما رجعت بتعرف شو ساووا فيها شو ساووا فيها؟ ما خلوها تباتل الصبح دبحوها دغري منو هي؟ هم؟ آه رائيفة رائيفة بين جيران أحلين كشفوا ما تذكرتيها؟ آآ 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 زكرت إيี่يativo على هاد كليلة الله يرحمه باشو زكرك فيها هلا؟ مختار شريف جابر وجوات عندك لا مو عندي خير في شي اي بقي يباني عنده مخلوقة جوال حقيقة مختار لك ايه لازم نطالعها من بيت ابو دياب بالطيب بالغصب لازم نطالعها مختار مشو الله فهمي شو عم نطالعها اللي بيوجود جابر وجوات اخواتك بيمشي الحاي لك مشي الله يالله لازمك تركي يا ترى وين راح جابر معقول ما اتفقهوا ابو دياب واخدوا حفاف على البيت مش هانيتبحوا يا باطل وجابر كفلوا لابو دياب لعمش لهم ما اجب بالي هاد الشي شو قمرتني معلمين شو مصنعين شو عم الله يلعن الحرمة اللي بدا تزل اهلها وتوطي راسهم بين الناس هاي موتة اشرف الها ولأهلها اه يقوم حتراسي هنا تصبحوا علي خير وانت من اهله بنعمي عاوز مني شي انا رايحة نعم ها عاوز مني شي لا ما بدى شي تصبح علي خير من يم بدلكم في خير عفافة فلزات عايش اللي مشان الله مشان الله يا أختي تركي الزلمة بحاله مو نقصه ممو مشاكة يب تطلعوا على قبري إن شاء الله ليش أنا شو عم قلو هيفو ما عم خفف عنه مصيفته تقبريني تك يا أختي يا أختي جوزي عقله صعب وإذا طلع براسه شغلة بدي يساويه ولو كانت غلط إيه تك شو إيه ما بتتذكري لما وقف معك ضد أخو قال له من البيت كرمالي بلا شو قال له من البيت لأنه قال لي الشرف تقبريني هدية جابر مالو قال لي الشرف وانتي بتعرفي هالشي وعم بتدافي عنه كمان هيفق مع سعيدلك وجوزتك لأبو دياء يا مقاعو أنا سمعت شو دار بينك وبينه بهديك الليلة وعفاف كمان سمعت بس ما حبيت تحكي وأفضحي ما شو؟ ايه أخيلك يا أختي مش هون قوز تري علي لك أنا سادرة وساكتة كنت مفكرة إنك عم تحاسني لجابر مشان ينتبه لك ويتجوزك على سنة الله ورصة ما كنتم فكرة إنه رحف خلص مشان الله لا تكلمي والله ما بعرف والله ما بعرف شو يصبح الشيطان ليه برعبه هلا المهم بعدي عن جوزي جوزي عند أولاد صغار ما بدي يكون قتيل برعبته وانتي بتعرفي إنه عفاف مظلومة المعلم جابر إن المغري بطلع ما قال له وين رأيه؟ لا والله ما قال جواد وين هو؟ والمعلم جواد راح يدور على المعلم جابر وكان مشغول باله علي كتير ومنوش في ركب على فرصه وراح بس ليه بير راح والله ما بعرف مختار كأنه اللصة فيها إنه والله ما ضبوط أنا هيك عم فكر استعجل شوي امشي مختار كيره مختار كيره مختار كيره مختار كيره لشعظ تصريح لا تسترجع! تقرد تقرد! فودي رسوه بساكريبا! أخي خاية آه! أبتل لك إنسانة كبستو! لحب حضر! أشاني! لا! 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 اكتاحك! جابب! يالله يالله! والله غريل تجي لهون يا عاطلي، لو قد أخرج تحطرنا المفهومة ربا لئكا عودة وغايةها! بس لحديكم خصيص! فرقوا عاجل فرقوا! شهو الله صهار! هادا كبير رواحي دا كان مدين بحفته! بعد محطلي نجو على شواربه وعرفها الإمان! يا غبي شو ماليك! هو عميك يا نتلك! بل 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 بل! ترميز ويجيبها معها خلية الشبارة شو؟ لا مختار ما عندزنا اغتي ما بتطلع من هون إلا على بيت جوزة غصب عن البريد واللي ما بريد رح ينكتب اكتابة هلا وقدامه وقدام عيونه للعقيدة عبو ديار جوال، اروح هذه للشيخ رجال دمو حدي شرفوا يا عجال شرفوا على المطافة شرف عميق واضح فضح فضح شاهد فضح شرفك وشرفك جيت أغلي وسرفك زلام غريب يفوت على بيتها مغيام الرجال وما بتقليلي يامو؟ ليش ما خبرتني مساعدة؟ ليش؟ يا أمي أهل الحارة ما قصروا أكل قتل وفرق يا عباطي، وأخي وينه هلا؟ ما بعرف، راحون مختار بعد العشي ولهلا ما رجعوا ما قللك لوين رايح؟ لا ما قللي وهي رح يصير الصبح ولهلا ما رجع يعني بيكون راح الحارة لكم؟ والله ما بعرف يا أبني وين راحوا بسيطة وين رايح؟ رايح ورجي قيمتوا لهم دل رايح ورجي بيت العياش من هني والله اللي فوت طلعوا من نص بيته والله بدي أمسع فيه حارت الكون كل ياته ادى ماله وكل حارته والأبنان في يوري يقرب لا يا أمو، برضاية عليك لا تروح يا أمو؟ تركيني ساوي اللي براسي يا أمو؟ يا أمو استنى أخوك ليجي بإذا قللك روح بتروح أخي دخيلك، اسمع كلمات أمك وانتظر أخوك شهر ليجي ماشي شرف سألة شيخنا، ليك قدام الباب يا الله، يا رب يا بنتي أنت عفاف، بنت صياح القعود؟ ايه شيخي أنا؟ بتحبي توكلي حدا من إخواتك مشان كتب كتابك ولا أنت وكيلة نفسك؟ أخي جابر هو وكيلي ويلي بده يعبسير مجددا موسيقى 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 مولاوي تعمل حفلي أو عراضة؟ يا مختار أعوذ بالله ما قولي ساوي حفلي لجواستي بنحرمت المرحوم؟ مو عيب إلا العيب إنت تزوجت على سنة الله ورسوله يا أخي إذا كان ولابد ما بدك تعمل عراضة ايه بنعمل وليمة عشا وليمة الزواج لأنه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أولموا ولو بشات مشان هيك أخي الحفلة والعشا عندي بالبيت مني؟ لا يا مختار خلاص العزيمة عندي بكرة بقلولها بفقريت بحليت بيحتين قلتلا عندي يعني عندي يا أحاول ولا قوة إلا بالله أمرك مختار متل ما بدك انت يا طول أمرك مفضل لا 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 فضل لرب العالمين يلا فوت السلام عليكم عليكم السلام فضل يا فده يا أمو هدي هدي ها ايجي أخوك مصر خير نحنين عديد عوض أخي عوض ماذا لك يا أمو؟ محمد اللتي أبرني مين هاي الحرمة يا أمو؟ هاي المأدهم حرمتي على سنة الله ورسوله ما في هذا غريب هذا أخي أمار مصر خير مصر خير مصر خيرات يا أبنتي مصر خيرات يا أبنتي مصر خير مصر خير كيفك ما تعمل؟ الحمد لله يصرف الله تقوليني كيفك ما تعمليني؟ الله يوفقكم يا حاول لا أمو يا أمو شلو صارت القصة يعني أخوه أبو دياب و وفا؟ لا يا أمو ما وفا